اهلا بكم موضوع مهم شديد الانتشار تأثيره على الحياة مزعج جدا المياه البيضاء ورخامة المياه البيضاء انه هي حالة جرادوال بتبدأ بالتدريج ولانها في معظم الاحوال بتيجي في سن متقدم شوية شرط متقدم قوي بس الانسان بيبقى خلاص كبير خمسينات ستينات وساعات في الاربعينات بس خمسينات وستينات الواحد في الوقت ده بدأ بعيد يدخل معاش ستينات ويقعد في البيت وبتاع فبيك يعني ممكن جدا الناس تتقبل ان عندها مياه بيضاء وترفضوا العلاج او مش ترفضوا تطمشوا وطبعا المياه البيضاء شأنها شأن كتير من الامراض في كده نداهة نصابين بتيجي فيها اللي هي ايه؟ علاج المياه البيضاء بالقطرة انا ما اعرفش ومع حد شي يعرف خالص ان المياه البيضاء اللي هي عتامة في العدسة بتاعت العين ممكن تتعالج بقطرة القطرة تعالج التهاب تحت اشرف طبي طبعا زي ما انت شايفين الصورة كان الاول الصورة كده حلوة شايف الكبري جميل والبيل اللي بتاع تبدأ تدريجيا 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 تتأثر فبعد ما كانت كده بقت كده ضيف العزيز والاستاذ الدكتور احمد المعتصم استاذ العيون والرمض بكلية طب الجامعة عن شمس استشاري الطب والجراحات العيون اهلا بيك دكتور ايزا كاتور عيون الله يخليك حقيقي هدلع السلامة الله يخليك يعني طبعا رحلات الجميلة كل ويك اند في بلد والله يعني اول ويك اند من حوالي شهرين ثلاثة ابقى فريق قلت لا ايه منور حقيقي من ضمن اسئلتي النهاردة سؤال في الاخر خلص اسألهلك بس رب نفتكره اللي هو طريق التعامل الكالكشورز المختلفة مع المياه البيضة ازاي بس الاول نعرف الناس ما هي المياه البيضة المياه البيضاء هي عبارة عن عتمات في عرسة العين العين انا سميها زي الكاميرا فيها جزء خاري وجزء داخلي جزء الخاريجي القرنية العين اعملنا حلقات عليها كتيرة جدا نتكلم على القرنية وامراض القرنية داخل العين في عدسة العدسة دي هي مسؤولة مع القرنية يجمعوا الضوء على شبكية العين فالعدسة دي تكون عدسة بلورية تساعد دخل الضوء وتخرج الضوء مع كبر السن نبتدي العرسة هي تحصل فيها عتمات العتمات دي عبارة عن ترصبات بروتينية ده اللي هو شكوة المياه البيضاء او المرض المياه البيضاء وده مختلف عن المياه الزرقاء لان المياه الزرقاء عبارة عن اتفاع ضغط العين موضوع التاني خالص بس السنة مياه الزرقاء عشان الضغط العين بيكون عالي اما المياه البيضاء عبارة عن عتمات في عرسة العين فممكن الانسان لما يقرب يعني حتى ما يجيلي مريض كل ما يبيدها زايدة شوية فاندها اهل يا جماعة بصوا بالضوء بالطرش بس يبصوا يلاقوا الحدقة بتاعه العين وهو ابيض وليه ايدا لو ما هي دي المياه البيضاء تعبارة عن عتمات في عرسة العين الداخلية ايه اللي حصل ايه اللي خلها العتمات بيتحصل تراثبات بروتينية سبحان الله بيكون البروتين اللي هو العين كريستل بيبتحصل فيه شاخوخة يعني هو مرض امراض الشاخوخة ايجين كنتش اه بيحصل فيه ايجين بالضبط كده حي قلت بالضبط فبتلي عرسة تتحول بقى لما كانت البروتين بتاعها كلير وكريستالاين ويدخل الضغط بقى بتاعها فيه غشاءه الاعراض ايه بقى؟ مشكلتها بتبقى طبعا الانسان بيبتري يقولك انا اه يعني الاب دايما الناس كبار السن الجد يقولك انا لابس نظارتي ومرضو انا مش شايف طب تشتكي من ايه يا جدي او يا والدي يقولك انا قدامي شبورة انا قدامي دخان ابيض انا قدامي سطارة بيضة مش شايف كويس حتى بالنظارة ايو لا حتى بالنظارة فبتلي نفكر ان احنا فيه مشكلة مشكلة همهة في العرسة الداخلية وبتلي الفحص انشخص ان دي مياه بقى ضابة ايه مشكلة اهمال الماء البيضة ما فيه ناس بتطمش اه ما احنا نتكلم على الجيل القديم والجيل الجديد القديم كان يقولك طبعا كلمة مشهورة جدا ان لك الماء بدا ما تستوي استنى 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 يقولك في بلاد بره لك استنى الماء بدا تتجمع عايزة تبقى قطعة واحدة ليلة كانونا زمان بنفتح فتحة كبيرة في العين حقا وانطلع اللي عادة تقول لك قطعة واحدة ومنزعش عرسات حتى خلص نلبس نضارة وخلاص هو على كده دا كان وناخد غرس في العين زي اعملية جراحية عادية خلاص اه دلوقتي لا خلاص في مية بيضة نسحب بها ونسحبها بطرق سهلة وبسيطة جدا ازاي نشخص الماء البيضة الفحص اكلنيكي يعني حتى ليه بنعلمها التلامزتنا لما مثلا من مثلا بندرس احنا كأساس الجامعة مثلا اللي هو الطب الاسرة فبنلازم يفهمه دايما فكر كبار السن يقولك مش شايف وبقاله فترة طويلة مش شايف وبقاله سنوات او شهور نضارة بقيل فكر نمرة واحد الماء بيضة فخلاص لكن احنا بنزملك اطباعيون طبعا اي طبيب متمرس بالفحص بجهاز اللي هو المصباح الشقي او اللي هو ستيتلامب بيقدر يشوف ان فيه خلاص العدسة مش وحد الشكل الطبيعي لفيها تغييرات العمرية او تحولت الى مية بيضاء بدرجتها المختلفة هل لابد ان تأتي لكبار السن الحالات الصغيرة اه يعني اقدر نقولنها تسعين في المية لكبار السن هو مرض شخوخة زي ما قلنا من شوية لكن ممكن تيجي تأميها بقى داخلقية طفل صغير مولود بمية بيضاء او تيجي لحد بقى بيعمل حاجة مشكلة بقى دي نقطة فرصة عن طريق برنامج حالك نكلم عليه اطرات الكورتزون اه دي كلام قاسي جدا جدا ان هو المريض مثلا بيلبس عرسات لاصيقة و لا انعينها عطل ملتهبة فيروح للصيدالي مشكورا ادلقات الكورتزون حط منها قالك الله 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 ده الدنيا جميلة جدا اتحسنت بسرعة خلاص يكمل عليها بقى لي جاي لي بعد ست سبعة شهر سيادته اه تجمع عنده مياه بيضاء وتجمع عنده ارتفاع ضغط العين اجلوكوما اه ويا السلام بلق عد سنة سنتيه يكون جاي لعصب نصه اتاكل صار مالزرقة بسبب بس ان الطبيب مش طبيب صيدلي اه طبعا ادلوا اطرات والمريض اخد الاطرات الكورتزون بدون اه مراجعة الطبيب وليس بدون اشراف الطبي ان الخلقي او الكل طفل مولود بيها اطرات الكورتزون ومرض السكر عرض اكثر من غيرهم المياه البيضاء عشان كده قلت سن ممكن يبقى مبكت شوية بسبب السكر مظبوط ايه تطور الحديث في عملية المياه البيضاء اختلفت الدنيا تماما يعني المازال التكنولوجيا بتجري جدا بينا سواء بطريقة سحب المياه البيضاء او بطريقة العدسات المزرحة بدير المياه البيضاء لان انا لما اسحب العدسة لازم احط حاجة مكانها فكنا زمان خالص مفيش لازم اعملية جراحية كبيرة ونفتح فتحة كبيرة ومعنديش قدرة لنزل عرسة معنديش مكان نزل عفيلة عرسة فكان المريض يلبس نظارة سميكة مكبرة اكيد شوف ان اجددنا كبار خالص لابس نظارة كبيرة وطبعا العملية كانت عملية قاسية شوية لان انت بتفتح فتحة كبيرة في العين بيقعد اه في العين ممكن لمدة تلاتين اربعين يوم يعيني اه في عشر اتناشة غرزة في العين كانت قصة كبيرة جدا تطور العلم بعد كده وبتان نسحبها بطرق افضل شوية فتحتنا بقت اصغر وبتان نزلع عرسات جوه العين اه العرسات دي نفسها الاول كانت عرسات صلبة يعني هزلع عرسة ما زالت لازم ادخلها ان عرسة صلبة عرسة قطرها كبير فلازم ازرحها من فتحة كبيرة وبرضو اتراخد غرسة لحد ما وصلنا بقى الاخر عشر سنوات هي عرسات الليينة وده كان تطور بالنسبة انه رائع ان انا قادر ادخل اصحب او انا ما يبدأ من فتحة صغيرة جدا كلم على 2.4 ميلي يعني تقريبا ربع سنتي ده يعني ده فتحة تقفل وحدها بدون اي غرز ولا حاجة الانسان ممكن بعد 3-4 ساعات بيشير غط على عينه بتليشوف الدنيا بتتغير تمام وحط العرسة من مكان سوية السؤال ازاي عرسة قطرها 6 او 8 ميلي ادخلها من 2.4 بارت عرسات لينة او عرسات منطبقة العرسات دي ان انا قادر ادخلها زي بالضبط السجادة بلفها ودخلها من بزي الانجكتور او حقنة صغيرة تخش تتفرد جوالعين وتخلي انسان ده خلاص يخلص من الضارة ايه المميزات بتاع الاساليب الحديثة دي اللي خلت العملات تطورت هاي الزبط التطور؟ الريكافري طبعا الريكافري رعيب يعني كلمة دي مهمة على فكرة الريكافري الاستشفاء الاستشفاء بالضبط كلا في فرق الشاسع ان انا حاطت فتح فتحة سنتي او سنتي ونص في العين وحاط عشر اتنشر غرزة او ان انا فتح فتحة بالميلي مش بالسنتي 2.4 ميلي وفي نفس الوقت ما خادش فيها غرص خالص والانسان ده اسبوع بكتير ويرجع لحياة الطبيعية ولو عايز من تاني يوم منزل شغله ما فيش مشكلة بالنسبة لنا بس بنبههم طبعا ما تلمس عينك او الاسبوع ولا تدخل ماء جواه عشان ده جرح والجرح بياخد اسبوع معروفه لكن بقى جرح بالشفاء بتاعه سريع جدا والانسان اللي بيرجع لحياة طبيعية بسرعة جدا انت لو ورطنا ضيف العزيزة القمع الملكبيرة السيد دكتور احمد المعتصم اساز الرمض بكلية طب جامعة عين شمس واستشاري طب وجرحات العيون واحد من النجوم هذا المجال في مصر وطل العربي كان ضيفي فيه واحدة من ارقى حلقاته على الاطلاق في الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة اشتركوا في القناة